بسم الله الرحمن الرحيم حياة الذاكرين مش مجرد برنامج طريقة لتصفية ذهنك وروحك لو تعبان في الدنيا لو عندك حاجات عايز صلاحة في حياتك من أقوى الوسائل ذكر الله ذكر الله وسيلة تساعدك على تصفية ذهنك وروحك بتخررك من طريقة قديمة أنت متدايق منها لطريقة جديدة تشعر فيها بسكينة وهدوء حلقة النهاردة بتقولك لو عندك خطأ كبير في الحياة لو عندك ذنب كبير ومش عارف تبطلوه لو عندك معصية ومدايقاك أنت من جوه حلو أنت من جوه جميلة بس تصرفاتك مش عارف تصلحها وحاولت وحاولت واستغفرت وتبت ورجعت لنفس الذنب تاني أي أن كان الذنب إيه ممكن يكون خطأ في التعامل مع البشر وممكن يكون ذنب في الإنترنت والتعامل معه بطريقة خطأ ذنب مش عارف تبطلو أيا كان نوع الذنب مهما كان كبير أو صغير هل ممكن ذكر الله وسيلة تساعدك أنك توقف الخطأ دا؟ أيوا أيوا دا كلام في كتب؟ لا أه دا كلام في القرآن أيوا دا تجربة؟ تجربة أنا عشتها وشفتها في غيري الذكر ممكن يساعدني أن أنا وقف خطأ كبير في حياتي؟ أيوا الذكر ممكن يخليك توقف خطأ كبير في حياتك إزاي؟ إزاي في كذا طريقة تحقق لك الحكاية دي أنا؟ أول حاجة أن أنت مع الذكر بيحصل حاجة عجيبة في عقلك الباطن إيه اللي بيحصل؟ العقل الباطن دا حاجة عجيبة جداً الحاجة اللي هتخزنها جواه هيخلي تصرفاتك في الحياة بناء على اللي متخزن في عقلك الباطن كثر الذكر الله بيملى عقلك الباطن بحب الله تلاقي نفسك مش عايز تعمل المعصية حاجة عجيبة جداً مش كده بس هو دا طريق التشغيل العقل الباطن أي أن كان هتخزنه باي؟ مش لدم الذكر هتخزنيه بالموضة والأذياء هتلاقي نفسك بتفكري في الحياة دايماً وبتحكم تصرفاتك بالموضة والأذياء هتخزنه بايه؟ بالفلوس وبس هتلاقي تصرفاتك في الحياة كلها مادية لأنه هو دا اللي متخزن في العقل الباطن تصرفاتنا في الحياة وسلوكياتنا هي نتاج إيه اللي متخزن في عقلك الباطن؟ يا طرح تخزن في عقلك البطن إيه؟ طب لو خزنتوا بذكر الله وعشت مع عملية متصلة كل يوم بس كل يوم يعني كل يوم عشرين دقيقة بتذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى يحصل إيه؟ يجبرك عقلك البطن إنك تتصرف أوتوماتيكلي من غير ما تقعد تعمل محاولات مضنية وحاجات قاسية لإيقاف الذنب أو المعصية تو بص تلاقي نفسك أوتوماتيكلي بدون جهد غير عادي بتبعد عن الشلة البيضة مش قادر تو بص تلاقي نفسك مش قادر تتعامل مع الإنترنت بطريقة خاطئة لإن عقلك البطن بقى بيدفعك دفعاً لإن اللي متخزن فيه ذكر الله وحب الله يبدو إن لا إله إلا الله كثرتها في العقل البطن بتخليه ممتلئ بالمحبة لله يبدو إن كثرت الاستغفار في العقل البطن بتخليه ممتلئ بتقوى الله يبدو إن كثرت كلمة سبحان الله في العقل البطن بتخليه بيجل الله ويشعر بتقديس الله إيه اللي بيعمله الذكر؟ بيملأ عقلك البطن ولذلك ربنا ما قلناش في القرآن اذكر الله لكن قلنا اذكر الله كثيراً عشان يتملي العقل البطن كل العبادات في الإسلام ربنا قال لنا صلوا ما أمرناش وقلنا صلوا كتير قال لنا زكوا قال لنا أنفقوا قال لنا عملوا حج قال لنا روحوا لعمرة لكن ولا واحدة من دول قال لنا عملوها كتير لكن ذكر الله هو العبهاد الوحيدة اللي ربنا قال لازم كتير إزاي؟ اسمع كده آيات القرآن سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى والذكرين الله كثيراً والذكرات كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون أبداً ما يجيش الذكر لوحده يجي معاه كلمة كثيراً ليه؟ ليمتلق العقل الباطن بالفكرة فيجعل تصرفاتك ببساطة تتجه إلى ذكر الله عرفته عملياً إيه اللي بيحصل نتيجة الذكر عندك ذنب كبير نفسك تدخل رمضان السنة دي نقي متخلص من ذنب كبير تدرك ليلة القدر ربنا يستجيب لك متضايقة من نفسك حاسس بفجوة كبيرة بين حقيقتك جوة وبين تصرفاتك وزعلان أنا بعيد قوي عمي ربنا ذكر الله كل يوم تلت ساعة يرجعك معقولة تلت ساعة بس تعمل فيها كده طبعاً تعمل فيك كده وأكتر من كده جرب تلت ساعة الميزة إن الذكر سهل يعني إيه الذكر سهل مش محتاج مجهور كتير تخيل لو إنت مش محتاج وضوء إنت ممكن تذكر من غير ما تكون متوضي الستات مش محتاجة تكوني في الفترة اللي أنت بتصلي فيها أنت تذكري في أي وقت زي ما أنت عايزة تذكر واقف ولا قاعد ولا ماشي الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم في السرير عملية سهلة جداً ما فيش عضو في الإنسان لو حتحركه كتير إلا يتعب لكن اللسان سهل تحركه كتير ربنا خلها أسهل العبادات وبدون شروط عبادة سهلة تقدر تمارسها كل يوم وإنت رايح الشغل في العربية المهم التركيز طبعاً وإنك تحسها حوقف الذنب أوعدك أنا عندي تجربة شخصية أنا كان عندي طول عمري مشكلة مع صلاة الفجر صعبة أنا ببزل مجهود رهيب طول النهار وبنم أتأخر كانت دايماً صلاة الفجر صعبة من ساعة ما بدأت تجربتي مع أن أنا أعيش كل يوم تلت ساعة بذكر ربنا بإحساس والله العظيم في سنين عمري اللي فاتت لم أصلي الفجر زي ما أنا محافظ عليها الخمس سنين اللي فاتوا من ساعة ما ابتديت تجربة الذكر صلاتي حلود بقى ترك المعصية لناس كتير بدأوا معايا تجربة الذكر قالولي كده أنا مش جاي بكلام من دماغ أنا عندي تجربة قالولي الذنب وقف علاقتنا بربنا بقت ثابتة لأن إحنا كنا بنشد قوي مع ربنا في رمضان وبعدين نرجع نبعد بقى الذكر عمل لنا رنج من الثبات في العلاقة مع ربنا بسبب العشرين دقيقة دي كل يوم معقولة الذكر يعمل كل ده الذكر يعمل كل ده والقرآن قال كده قال إيه القرآن؟ القرآن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أكبر من إيه؟ أكبر من الصلاة؟ لا أكبر في إبعادك عن الفحشاء والمنكر الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر لكن لسه جو قلبك نفسك فيها لكن الذكر نتيجة إن عقلك الباطن اتملأ بربنا ما عادش نفسك فيها بقى تركها أسهل شوف الآية تاني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر طبيعي إن أنت في حضرة الله بين يدي الله في الصلاة تذكر ربنا لكن الأكبر إنك بر الصلاة تبدل تذكر ربنا ولا ذكر الله أكبر إنك تستمر في ذكره بعد الصلاة واحد قاعد قدام الملك بيثني على الملك لما رجع بيته في وسط مراته ولاده فضل يثني على الملك أفضل؟ ولا اللي كان بيثني عليه وهو قاعد معاه بس ولا ذكر الله أكبر في رضى ربنا عنك ولذلك إيه اللي حيساعدك على ترك المعصية أكتر إنك بتقرب من ربنا أسرع طريق للوصول إلى الله فاذكروني أذكركم غمض عينيك دلوقتي يقول معايا لا إله إلا الله والله ربنا بيذكرك الآن بإسمك فاذكروني أذكركم يهمك إيه لو كل أهل الأرض ما جابوش اسمك وهمشوك ومهتموش بيك إذا كان ربنا بيذكرك إيه قيمة إن كل الناس في الأرض ينسوك إذا كان ذكرك في السماء عالي لو نسوك أما يكفيك فاذكروني أذكركم لو همشوك ومكرومكش ومحسوش بإمتك أما يكفيك فاذكروني أذكركم أما يكفيك فاذكروني أذكركم ذكر الله أجمل وسيلة تخليك تسيب ذنب أو تحافظ على علاقتك بربنا ما تحسش أنك بعيد شوفوا يا جماعة في طريقين للوصول إلى الله في طريقين لإصلاح النفس وعيوب النفس من الداخل تقعد تجاهدها وتصلح فيها وده طريق صعب كتير النفس دي معقدة جدا مليانة تضريس وجبال وسهول علماء النفس نفسهم متلخبطين فيها في طريق تاني سهل سهل قوي تروح لربنا بتذكره هو اللي خلقك هو يصلحها لوحده تروح له بذكرك ليه وهو يصلحك من جوه بيسر وسهولة طريقة سهلة قوي أنا جايلك بعبلي بأخطائي بذنوبي ببعدي بس أنا بذكرك كل يوم صلحني إنت مش إنت اللي خلقتني والنفسي دي بتاعتك مين يعيش بذكر الله إيه الطريقة الطريقة عايزين كل يوم كل يوم كل يوم عشرين دقيقة ليه عشرين دقيقة لأن أول عشر دقايق إنت لسه جواك تشويش كتير وأخطأ كتير وديق كتير لازم تشيل دا الأول علشان تعبه لمرحلة جديدة جوه الذكر اسمها ملء الروح بحب حب الله وملء العقل الباطن بحب الله كمل العشرين دقيقة مش قليل مش كتير على القرب من الله وذكر الله حتحي نفسك من جوه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت إنت حتحيا حديث النبي مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت شوف الآية أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا ذكر ربنا حيحييك ويحيي قلبك من جديد إيه الطريقة؟ عشرين دقيقة امسك سبحة وابدأ معايا الذكر أبدأوا ازاي؟ أبدأوا ازاي؟ تبدأ الذكر أن أنت هتعمل ورد ورد ذكر يعني هدف محدد عايز تحققه الورد بتاعنا اللي عايزين نحافظ عليه كل يوم وعايزك تجربوا معايا مية استغفار مية لا إله إلا الله خمسمية الباقيات الصالحات مية سبحان الله مية الحمد لله مية لا إله إلا الله مية الله وأكبر مية لا حوله ولا قوته إلا بالله سبعمية تسبيحة ياخدوا تأدئيه أقل من ربع ساعة والكتاب ده في كل اللي أنا قلته دواً حياة الذاكريين والفكرة كلها هي تمهيد لبرنامج رمضان الكبير الفكرة الكبيرة منازل الروح يلا نبدأ نذكر يلا نبدأ مع ذكر الله نبدأ بإيه؟ نبدأ بالاستغفار بس الاستغفار أقوى حاجة توصلك لتقوى الله وإنك حريص إنك ترضيه بس الاستغفار مش أي كلام مش عداد الاستغفار اللسان بيقول ما استغفر الله فالعقل شايف شريط للتقصير في حق الله فالقلب ينفعل ويقولو سميحي يلا عيشوا معايا تجربت الذكر وإنتواكملوا بعد كده ما استغفر الله ما استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله أنا أحمل متحة الخضر من مصر وفي الفيديو ده هكلمكم عن روعة الزكر وتكريبتي الشخصية مع الزكر الزكر ببساطة من منظوري الشخصي هو عادة يومية بنقولها بالسنة بتحسسنا اللي إحنا قريبين من ربنا ودي حاجة بتسعدنا إحنا نفسيا من جوة وبتخلي ربنا قريب مننا طيب الزكر معناه إيه؟ معناه إن دي حاجة إحنا بنقولها في كل موقف أو كل موضع نفسي إحنا فيه وإحنا حزنانين بيكون فيه ذكر وإحنا قلقانين من حاجة بيكون فيه ذكر وإحنا خايفين بيكون فيه ذكر وفي نفس الوقت وإحنا مبسوطين بيكون فيه ذكر وإحنا فيه حاجة نجاحنا فيها بيكون فيه ذكر حتى في الاشياء البسيطة لو احنا دخلين البيت بيكون في ذكر لو احنا خارجين من البيت في ذكر فالذكر عايش معانا في يومنا على طول مش بينقطع ولا بوقت ولا بمكان ولا بأي سبب فدي روعة الذكر وروعة العبادة السهلة اللي بتأثر فينا نفسيا جدا فدي حبيت ان لكم تجربتي مع الذكر يا رب تعجبكم والسلام عليكم مرحبا انا حياة من سوريا بدي احكي عن تجربتي بالبكر كد من زمان اسكر رب العالمين بأماكن فيها ضجيج بين العيلة والرسؤات بدون ما فكر بالنعم اللي عطانا يا رب العالمين بدون ما فكر بالاخطاء اللي عملتها خلال اليوم بعد برنامج كأنك ترى وانو تعلمنا الطريقة الصح صرت اسكر رب العالمين بأماكن هدوء بالطبيعة لحتى فكر بعظمة رب العالمين قداشوا كريم صرت احس برب العالمين وانو حنون كتير علينا وكتير بيحبنا بعد ما يمر يومي كله قعد استغفر رب العالمين تذكر الأخطاء اللي عملتها وانا متأكدة انو رب العالمين بحي سامحني ويغفر لي زنوبي تفكر بالنعم وأحمد رب العالمين عكال شعطانا يا اسكر بأسماء الله يحسنا هي تخلي كل مشاكل يومي صغيرة أدنا كانت مشكلة كبيرة حسها صغيرة وانو حس رب العالمين حنون وقريب مننا ورح يساعدنا في كرشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة